أعقد البرلمان السوداني جلسة طارئة اليوم ناقش فيها مرسومة قانون فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام والتي كان الرئيس عمر البشير قد أعلن عنها شهر الماضي في الأثناء دعت تحزاب سودانية معارضة وتجمع نقابة المهنيين سودانيين إلى إضراب عام غدا الخميس ضمن مساعي شعبية تطالب برحيل نظام وتنحي البشير ليست الغاية من الطوارئ أن يكون سيفاً مصلطاً لقهر الشعب أو إزلال المواطنين وليست الغاية منه مصادر الحريات والحريات الأساسية لكنه إجراء مقائي ودرع وطني تدافع به الدولة عن كيانها واستغرارها ولحماية البنية الاقتصادية للدولة من الانهيار وللمزيد ينظم إلينا في الستوديو محمد المكي أحمد الصحفي والمحلل السياسي مرحباً بك معنا قبل تطرق إلى موضوع قانون الطوارئ هناك إضراب عام متوقع غداً في السودان ما المتوقع من هذا الإضراب؟ وهل ستكون هناك استجابة من كافة الشركات والمحلات والمؤسسات؟ أخر إضراب يبدو أن الاستجابة لم تكن مئة بالمئة من طرف المواطنين وأيضاً الشركات والمحلات جمال أولاً الحراكة السوداني الآن دخل مرحلة جديدة بنجاح الإضراب الذي شهده السودان أمس الإضراب أمس نجح في بعض القطاعات كان هناك إضراب شامل في بعض القطاعات الأخرى إضراب جزئي لكن الملاحظ أن الشارع السوداني قد أصيب بشلل تام اليوم العنوان الأبرز للحراك هو تظاهرات تحت عنوان دعم المرأة المرأة السودانية هذه التظاهرات والمواكب التي ستتم قداً في السابع من مارس تأتي عشية الاحتفال العالمي بيوم المرأة العالمي هي تظاهرات تحتفي بدور المرأة السودانية المرأة السودانية سجلت حضوراً بارزاً في التظاهرات تصدرت المواكب، دخلت المحتقلات، تعرضت للحراش من خلال زغرودتها الجميلة تميز أيضا الحراك السوداني وأيضا المرأة السودانية لعبت أدوار مميزة جدا في هذا الحراك حتى ربة البيت السودانية كانت تفتح أبوابها للمتظاهرين والمتظاهرات لتحميهم من رجال الأمن الذين يودون أن يحتغلوها المهم اليوم غد هو يوم للاحتفاء بالمرأة السودانية وهي بالفعل جديرة بالتقدير والاحترام وأنا أعتقد أن تجمع المهنين أو قوة إعلان الحرية والتغيير قد أصابت أن تحدد يوما للمرأة السودانية لأنها بالفعل أقبل فعل جسارتها وليدفع في التظاهرات لو نعود إلى قانون الطوارئ وزير العدل ساق مجموعة من التبريرات قال أن قانون الطوارئ هو لحماية الاقتصاد مكافحة التهريب وكل أشكال الأضرار بالاقتصاد الوطني هل هذه التبريرات مقنعة بالنسبة لك؟ أولا لا بد أن نعود لماذا فرض الرئيس عمر البشير حالة طوارئ الرئيس عمر البشير في خطابه المعروف فرض حالة طوارئ في ظل حراكي سود الشارع السوداني في ظل احتقالات في ظل سخونة حقيقية في الشارع السوداني الكرسي هو يجلس الآن على كرسي جن ساخن الكلام عن أن فرض حالة الطوارئ لدعم الاقتصاد لمحاربة الفساد هذا كلام مردود عليه ولا يصدقه أحد السؤال هل فرض حالة طوارئ في العالم نحن نشهد كثير من دول العالم تحارب الفساد بأساليب مختلفة جدا من خلال قوانينها من خلال أيضا إدارتها الناجحة والناجعة لماذا وصل الوضع في السودان الآن إلى هذه الحالة الوضع في السودان وصل إلى الحالة الحالية المتردية التي يعيش فيها المواطن ضنك العيش بسبب سياسات النظام الحالي لا يمكن أن تحل حالة طوارئ أي مشكلة للسودان هي لممارسة المزيد من القناة هل حالة طوارئ هي الاستهداف الحراكة الشعب؟ بالتأكيد هي لممارسة المزيد من القمع تعطيها أصلا رجال الأمن سلطات وصلاحيات مطلقة للاحتقال للمصادرة لاتخاذ كثير من الأشياء هناك أيضا الآن مثلا حالة الطوارئ قد فرضت محاكم للطوارئ لكن الملاحظ في هذا الإطار أن هناك قطاطا ينبغي أن ننوه بأدوارهم اليوم تم يطلاق أكثر من ستين شابا وشابة دخلوا هذه المحاكمة الطوارئ نحن من هذه القناة نوجه التحية للقضاء الذين اتسموا أداؤهم بالنزاهة واتسموا أداؤهم بالوطنية ونقول أن حالة الطوارئ فرضه النظام ليس من أجل راحة المواطن السوداني وليس من أجل مكافحة الفساد وإنما للتضييق على الحريات ومارسة المزيد من الكبت البشير اتخذ العديد من القرارات من تعينات وغيرها ويبدو منذ قليل يبدو أنه أقال محافظة البنك المركزي لست متأكدا بعض من هذا الخبر ولكن في حال صوت البرلمان السوداني وأجاز هذا القانون كيف تتوقع أن يكون رد الشارع السوداني وأيضا المعارضة التي يبدو حتى اللحظة لم تكن بمستوى الحراك الآن في السودان ولم تجتمع ربما على موقف واحد حتى الآن أولا هناك الآن أصوات داخل البرلمان السوداني اليوم ارتفعت ورفضت قانون الطوارئ واحتبرته أيضا محاولة لمصادرة المزيد من الحريات البرلمان يحركه النظام كما يريد يحركه الرئيس عمر البشير هو شخصيا الشارع السوداني انطلق وحتى عندما تم إعلان حالة الطوارئ في نفس الليلة التي أعلن فيها حالة الطوارئ الشارع السوداني قال لحالة الطوارئ وخرج الشارع السوداني أيضا تطور أداؤه السياسي وأعلن الإضراب أمس في الخامس من مارس في الخامس من مارس ردنا على سؤالك فيما يتعلق بالقوى السياسية القوى السياسية السودانية هي في الحقيقة في تحالف وثيق ومتين مع القوى المهنية والقوى المدنية أمس في الخامس من مارس وهو اليوم الذي شهد الإضراب العام تم الإعلان عن تشكيل ثلاث لجان اللجنة الأولى تتعلق بتطوير إعلان الحرية والتغيير الذي يوقع في الأول من يناير الماضي اللجنة الثانية لوضع السياسات البديلة وأيضا هناك لجنة لوضع الدستور الانتقالي كل هذا يؤكد أن القوى السياسية والمهنية والمدنية هي في تحالف تام وهي موجودة في قلب الشعر أشرت إلى نقطة مهمة وهي أن الرئيس البشير هو من يدير البرلمان ويعطي الأوامر بين قوسين إلى البرلمان كما فهمنا من كلامك لكن الرئيس البشير بتعيناته الأخيرة العسكرية في الولاة وأيضا في مناصب أخرى حتى ظهوره أيضا بالزي العسكري ظهوره المرات القليلة التي ظهر فيها مؤخرة كانت دائما بالزي العسكري ألا يفهم من ذلك بأن البشير يعون اليوم على الجيش وعلى ولاء ودعم المؤسسة العسكرية وليس لا على البرلمان ولا على الشارع تظهر كما شئتم أنا هنا والجيش يدعبوني نعم هو البشير عندما انقلب على النظام الديمقراطي في الثلاثين من يوني 1989 انقلب عندما جاءت به جبهة القومية الإسلامية جبهة القومية الإسلامية حزب سياسي لكن في العام 1999 انقلب على شيخه الدكتور حسن الترابي على الراحل الدكتور حسن الترابي هو يمارس في الحقيقة انقلابات مستمرة أنا وصفت انقلابه الأخير في خطابي هذا بالانقلاب الثالث الانقلاب الأول 1999 الانقلاب الثاني 1999 بإيجاز هو يعول على الجيش بإيجاز هو يريد ان يستخدم ورغة الجيش ليضرب بها الشعب لكن انا اعتقد ان المؤسسة العسكرية السودانية تضم رجال يعرفون دورهم الوطني وهو حماية الشعب وحماية الوطن وليس حماية الحكام الدكتوريين شكرا جزيلا لك محمد المكي احمد صحفي والمحلل السياسي السوداني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة